نهاردة بقى موقع متميز جدا مش عشان بينتج الصورة والفيديو بالذكاء الاصطناعي وده لأن النمازج اللي بيستخدمها نمازج جيدة موقع النهاردة هو موقع hydra.com اعتقد اتكلمت عنه بفترة من الفترات ولكن النهاردة جاية اتكلم عن النمازج الجديدة الموجودة فيه طبعا كل الموقع بتعمل تحديثات كبيرة مع ظهور نمازج جديدة بتبتدي تضيف هذه النمازج او بتشوف افضل النمازج وبتضيفها لها موقع hydra فيه خطة مجانية جيدة 400 كريدت في الشهر دايما بقول لكم حاولوا تستغلوا الكريدت المجانية قدر الامكان وقبل كده كنت نوهت يا ريت يا جماعة نعمل اكسيل شيت علشان خاطر وكنت من قبل كده نصحت وقلت يا ريت تعملوا اكسيل شيت تحطوا فيه المواقع الخاصة بتوليد الصوت المواقع الخاصة بتوليد الصورة المواقع الخاصة بتوليد الفيديو علشان يكون عندك كده على طول ريفرنس ترجع له في اي وقت وتستغل الفري كريدت الموجودة فيه النهاردة انا هستخدم موقع hydra.com في توليد الصورة وفي توليد الفيديو بس تعال نشوف ايه هي النمازج الموجودة في كل واحد من دول لو رحنا على الامج لو رحنا على الامج الاول حلاي النمازج اللي بقيت موجودة حاليا flux dev و flux 1.1 pro و flux 1.1 ultra واخد بالك هو حاطط لك نمازج flux المتميزة ايضا سنة وعندك recraft version 3 من النمازج الرائعة جدا كل النمازج دي موجودة وبيقولك قدام كل نموذج بياخد قد ايه من الكريدت يعني flux dev 4 كريدت flux 1.1 pro 7 كريدت flux 1.1 ultra اللي هو حنجربه دلوقتي مع بعض بياخد 10 كريدت وحنشوف النتيجة بتاعته حتكون عاملة زي اعتقد ان هو افضلهم يعني بالنسبة لي الفيديو لو رحنا لي الفيديو حلاي بالنسبة لي النمازج الموجودة كلينج 1.6 موجود في البريميام بالنسبة لي الفري هانيان موجود في الفري بيستهلك من 320 ل70 كريدت برفيديو وايضا بالنسبة لي لوماري 2 من 80 ل160 كريدت برفيديو وميني ماكس بياخد حوالي 80 كريدت وهيدرا كاركتر 3 وهيدرا كاركتر 3 ده نموذج خاص بالموقع نفسه بياخد لحد 7 كريدت فيرسكند اوف فيديو يعني مثلا لو كان الفيديو 5 سكند هياخد حوالي 35 كريدت اما فيو 2 الجبار طبعا من جوجل فهو موجود ايضا في البريميام في ايضا سكاي ريلز اي 2 في ده بالنسبة لي النمازج الخاصة بالفيديو هنجرب بشكل عملي دلوقتي ونشوف انتاج الصورة باستخدام flux 1.1 ultra انا عايزة شوف النتيجة بتاعته وايضا نشوف بقى بعد ما ننتج الامج وناخدها ونعمل بيها فيديو حيكون شكلها عامل ازاي يلا بينا نبتدي نشتغل مع بعض بشكل عملي تعال نجرب انتاج الصورة باستخدام flux 1.1 ultra هبتدي حط هنا الوصف اللي جايبه من شات جي بي تي قلتله اعملي وصف لي كاركتر معين وهنا هبتدي اختار الاسبكت ريشيو 16 لتسعة وهنا ده الريزيديوشن هسيب كل حاجة زي ما هي بعد كده هدوس انتر ونشوف النتيجة هاخد وقت قد دي اعتقد مش هاخد وقت طويل انتاج الصورة بص النتيجة وجودة الصورة انا هنا قلتله انا عايزة شخص عنده 30 سنة بيشتغل تي بي بريزينتر مقدم لبرنامج مثلا في التليفزيون وعايزة للستوديو يكون بليرد مش واضح المعالم بتاعته عشان يكون التركيز على الشخص نفسه والفوتو رياليستيك اند هاي ريزولوشن وزي ما انتو شايفين انتاج فلاكس 1.1 ألترا قد اي جيد هنا حتلاقي الكريدست بتاعتك وصلت ل 390 زي ما قلتلك طبعا تقدر تعمل ريميكس انفيديو ممكن اقول ريميكس انفيديو على طول عشان انتقل الى الفيديو هنا انا مش حكتب حاجة في التكست انا حرفع اوديو سكريبت لان انا عايزة الشخص ده يتكلم انت تقدر تجينريت سبيتش وممكن تعمل ريكورد للأوديو تسجل وممكن ترفع اوديو انا هعمل ايه انا هبتدي ان انا اعمل جينريت سبيتش وحط التكست بتاعي اللي انا عايزة الشخص يقوله وهنا هتختار الفويس بتاعك مفيش عربك بس انا هختار دانيال وهنا هقوله جينريت اوديو جينريت اوديو بياخد ثري كراديت انا هنا انشأت الصوت طبعا ممكن ان انت تروح تعمل جينريت للصوت باستخدام اوبن اي اي اف ام احنا تكلمنا عنه الفيديو السابق من المنصات المجانية من اوبن اي اي اللي بتعمل اصوات تفاعلية حلوة جدا وجربنا مع بعض وتبتدي ترفع الاوديو هنا انا استخدمت دانيال لان انا ما قداميش صوت بالعربي ولكن توليده لصوت العربي حلو جدا بعد كده هبتدي ان انا اقول حط الصوت ده للفيديو فهقوله add to video هنا انا اضفت الاوديو وخلاص الصورة محطوطة وهنا علشان انا بنشئ character وحط معاه اوديو فعشان يدعم الموضوع ده هنا اللي بيدعمه hydra character 3 فهنا هبتدي ان انا ادوس enter ونشوف النتيجة عاملة ازاي وهدرا character 3 زي ما قلتلك 7 credits مثلا لكل ثانية من الفيديو فسيء مثلا 5 بقية يبقى 5-7-35 على حسب اعتقد طول الاوديو الموجود هدوس enter ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي يلا بينا هنا بيبتدي ينتج الفيديو زي ما احنا شايفين هياخد وقت قديه هقولكم بعد ما يتم انتاج الفيديو وانتهى الفيديو اللي خد حوالي ربع ساعة لحد ما تم انتاجه 15 دقيقة وتعالا نعمل داونلود الفيديو ونسمعه مع بعض حمله داونلود من هنا ونشوف انتاج هدرا character 3 نموذج من هدرا حيكون عامل ازاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد واليوم سنتحدث عن موضوع يهم كل شخص فينا كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على حياتنا في المستقبل القريب خلال السنوات العشر القادمة هجرب مرة تانية ان انا روح للامج علشان ننتج صورة تانية والمراضي هبتدي ان انا استخدم flux 1.1 برو وايضا الaspect ratio 16-9 والresolution هخليها الquality بتاعتها 1440 طبعا اكيد الموضوع بياخد credits اكتر وحبتدي ادوس enter وايدي النتيجة زي ما احنا شايفين تقدر ايضا تعمل فيديو وتقدر ترفع اوديو انا هنا حبتدي اقول remix in video ونجرب مع بعض نموذج مختلف حجرب نموذج هنيان هو 5 second بشكل عام 720 بكسل وهنا describe your video حقول the bear is walking happy in the street Hend الفيديو تم انشاؤه الافضل نحن نعمله download علشان نشوفه بعد التحميل الفيديو اعتقد مدته اقل من 5 ثواني يعني مش 5 ثواني هو مفوض 5 ثواني يعني ولكن هو تقريبا 3-4 ثواني ده مدت الفيديو عادي ما فوش تعبير على الوش هو ماشي سعيد مش باين يعني هو ماشي وخلاص ده بالنسبة الهان يون اللايبيراري اروح للايبيراري لو عايز ترجع لأي حاجة انت عملتها سواء فيديو سواء اميج سواء اوديو هتكون موجودة في اللايبيراري زي ما انت شايف كده عندك الهيستوري بتاعك عندك دي الفيديوز لوحدها الاميجز والاوديو هرجع للاميجز هاخد مسلا الصورة دي وحرجع مرة تانية وعايزة اجرب سكايريلز حقول نفس المثال the pair is walking and looking happy وحبتدي هدوس انتر وبص بقى النتيجة والفرق بصراحة الفرق مختلف تماما يعني بص هنا باين ان الدب ماشي فرحان وسعيد في الشارع زي ما احنا شايفين هبتدي اعمل download ونشوف الفيديو مرة تانية وطبعا واضح ان الموديل skyreels i2v افضل من هانيان زي ما احنا شايفين وده كان hydra.com الموقع اللي ممكن تاخد منه 400 credits بشكل مجاني في الشهر تنتج بيهم فيديوهات تنتج بيهم صور وزي ما انت شايفين نتيجة حلوة جدا وما فيش watermark كمان وده الاجمل والافضل اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي بقالك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء نساش اللايك وشيب وكومنت دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته